السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه? ربكم بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله نتعلم مع بعض ازاي نضيف علامة مائية على ملف بي دي اف سواء كانت العلامة المائية دي عبارة عن نص مكتوب او صورة. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي? تابع معي الفيديو لنهاية. طبعا انا عندي ملف بي دي اف زي ما حدرك شايف كده على سطح المكتب. كل اللي انا هعمله هقف عليه واعمل عليه فتح باستخدام وهفتحه ببرنامج باكس فانتم. كمام كده? زي ما حدرك شايف كده الملف فتح معي بمنطه البساطة ما فيش اي مشكلة خالص. طبعا اللي شايف في الفيديو القابل الفيديو ده كنت وريت لحضرتك ازاي تحزف العلامة المائية الاصلية اللي كانت موجودة في الملف. ونمسح طبعا اللي هو الاسم اللي كان موجود على الملف ورقم التليفون والعلامة المائية الاديمة اللي كانت موجودة على الملف. طيب الملف ده واته اصبح نظيف. انا عايز بقى اضيف علامة مائية على ملف في فيها علامتي المائية انا الشخصية. هعمل ده ازاي? هاجي عند الخيار ده. هضغط عليه. تمام كده? في اه برنامج باكس فانتم. واضغط على اللي هو وتر مارك. تمام كده? واضغط على ادت. تمام كده هو? هيفتح معايا بالصورة ديت. في خيارين للعلامة المائية. الخيار الاول ان انا اكتب نص. تمام كده هوت? فحضرتك هتبدأ تكتب العلامة المائية اللي انت حابب ان انت هتكتبها على الملف. تمام كده? فانا هافترض ان انا هكتب مثلا مستر آآ مفطفى. تمام? بعد ما كتبت الاسم بالصورة ديت هتبدأ تحدد حجم النص بان انت تضغط على اللي هي على السهم ده. لاحز كده هتلاقي النص بيكبر. ممكن اختار درجة الوضوح او البهتان بتاع النص. كده انا بخليه يزداد وضوح. ممكن اقلل درجة الوضوح زي ما حضرك شايف كده. ممكن اغير اتجاه النص بالصورة دية. ممكن اغيره بالصورة دية. ممكن اعمله مخصص. هتبدأ انت تغير الاتجاهات بتاع النص. تمام? ممكن تخليه بدون تعديل. فحضرك هتختار اللي انت عايزه. تمام? ممكن تخليه في السنتر او فوق. تمام كده هوت? او تحت. زي ما تراءه ليك. يمين او شمال. الافضل طبعا ان هو يبقى في السنتر لو كان اس. وانت تبدأ تختار له درجة ميل معينة. ممكن الدرجة دية او الدرجة بيت. طيب لو احنا بقى حابين نعمل علامة مائية عبارة عن صورة. ده اللي احنا هنتعلمه الخطوة اللي جاية. طيب انا لو حابب بقى ان انا اعمل العلامة المائية دي عبارة عن صورة مش نص مكتوب. كل اللي انت هتختاره تختار كلمة تمام? وتبدأ تستعرض جهاز الكمبيوتر بتاعك من هنا. وتبدأ تختار الصورة اللي انت حابب ان انت تخليها علامة مائية للمستند بتاعت. فانا على سبيل المسال هختار الصورة الخاصة دية. هتعلمها وتضغط على كمام كده هوت? هتبدأ تزهر معك الصورة في قلب مستند البي دي اف. كمان كده هتبدأ تحاول ان انت تقلل درجة الوضوح بتاع الصورة عشان ما يغطيش على الكلام. هنعملها منين? من اللي هي المكان ده? هتبدأ تقلل درجة الوضوح. كمان? زي ما حارك شايف كده تبدأ درجة الوضوح بتاع الصورة بقل شوية. كمان? ممكن تغير حجم اللي هي الصورة من تحت. زي ما حارك شايف كده الصورة بتبدأ تكبر. ممكن توصلها لحديث مية في المية. زي ما حضرتك شايف كده. ممكن هنا تغير المكان بتاع الصورة سواء كان في الوسط او في الطب فوق يعني. او لو حاببنا نزلها اللي تحت. زي ما حضرتك شايف كده. ممكن هنا انت تختار اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الحجم الصورة فيش اي مشكلة خالص زي ما حدرك شايف كده ممكن اقلل الحجم ممكن اقبر الحجم فيش اي مشكلة خالص ممكن تغير اتجاه الصورة زي ما حدرك شايف ممكن تخليها زي ما هي ممكن تغير الاتجاهات فحضرتك هتختار الطريقة اللي هتناسبك وتشتغل بيها بعد ما تخلص شغلك اه تماما هتضغط على اوكي تمام كده وبعد كده تعمل عملية اه اغلاق للمستند اللي انت فتحه اللي هو مستند تماما وتضغط على تمام كده كده الشغل بتاعنا احنا حفظناه لو انا حابب بقى اتأكد من النتيجة بتاع الشغل بتاعي هرجع افتح مرة تانية مستند تماما وهنشوف النتيجة زي ما حدرك شايف كده هتلاقي العلامة المائية اللي احنا عملناها موجودة في قلب المستند تماما لو حضرتك حاببت تعرف ازاي زينا العلامة المائية الاصلية اللي كانت في المستند هترك ليك ان شاء الله في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو الفيديو القديم اللي شلت بيه اه العلامة المائية من هزا المستند وفي نفس الوقت هتعرف تحمل اه برنامج اه فاكس فانتم اللي انا شغال به طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك واشتراك في القناة واشتراك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته